نلاحظ زخم إيجابي على المؤشرات الإماراتية خاصة في الأوين الأخيرة الأسبوع الماضي المؤشرات ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي ونلاحظ أن هذا النشاط يتركز بشكل أساسي أو على القطاع المصرفي وحتى على الدفنسيف سوكس مثلا سهم ديوة الشهر الماضي كان وصل إلى قاع بلغ حوالي 2.2 درهم صباح اليوم فوق مساويات الدرهمين 30 فلس إلى ماذا يعود هذا النشاط؟ نحن طبعا كنا دائما نتكلم على أن فترة الاستثمار الحقيقية في الوقت الحالي مدعومة بالتركيز على الأسهم القيادية والأسهم الدفاعية بواجهة التحديد بسبب ارتفاع أسعار الفايدة وتأثير هذا على هوامش الربحية لمواصم الشركات في الفترة الماضية القطاع البنكي بواجهة التحديد كان أداءه قوي جدا في الربع الأول والتوقعات مازالت باستكمال هذا النمو في 2024 شاهدنا تقريبا مجمع أرباح القطاع البنكي تقريبا 20 مليار ارتفاع في السوقين سوق أبوظبي ودبي أكثر من 15% في الربع الأول لمعظم القطاع فده شيء إيجابي والداكي مدلول على تعافي القطاع البنكي بسبب الحركة الاقتصادية التي شاهدناها في الإمارات في الفترة الماضية واستكمال هذا النمط بسبب الدعم الرئيسي من القطاع العقاري في الفترة الماضية كنت أريد أن أقف عند القطاع العقاري ما توقعتك بالنسبة لهذا القطاع وخاصة أن الأسهم القيادية في هذا القطاع كانت تخضع لضغط سهم إعمار العقارية كان يشهد تراجعات في ألاوين على خير نحن ننسى بس أن سهم إعمار وزع 50 فلس فده برضو شيء لازم نذكره لأن الحركة السعرية لسهم إعمار من بداية العام فهي حركة إيجابية والنهارده تداولاته فوق 8 دراهم بتديكي مدلول إيجابي على استكمال هذه الحركة سوق دبي بوجه كامل قدر أنه يتعافى من التراجعات التي كنا منشهادها year to date والنهارده ترجع تاني للـ positive territory تقريبا 0.4% up year to date فده شيء إيجابي برضو لسوق دبي مدعوم بالقطاع العقاري والبنكي زي ما أنت أشارتي لكن رجوعا لقطاع العقاري بواجهة التحديد النمط اللي احنا الشاهدين شايفينه للوقتي مستمر في الزخم اللي احنا بنشهده على التروحات الأولية وحتى على التروحات الثانوية فده شيء إيجابي وبيدعم فكرة استمرار النتائج القوية اللي احنا بنشهدها لهذا القطاع ما ننسيش شركة الدار في الربع الأول قدرت ترتفع 85% في الربع الأول في نتائج أعمالها وده كان شيء مبهر بالنسبة لأداء الشركة واستكماله حيكون شيء مهم للفترة المقبلة لدعم الحركة الاقتصادية وكمان المؤشرات الرئيسية في أسواق المال بتالي توقعاتك إيجابية للنصف الثاني من هذا العام مزود مزود طيب دعنا نتحدث قليلا عن نتائج الربع الثاني بدأت بالطبع شركة تفسير عن نتائج أعمالها لهذا الربع يوم الجمعة بعد الإغلاق كانت صادرت نتائج شركة تعليم تحدثت الشركة عن ارتفاع بأرباحها للربع الثاني كيف ترى هذه النتائج؟ هنا دعنا نتطرق أنه مؤخرا كنا تابعنا إدراج أسهم ألف للتعليم في سوق أبوظبي الساعم بدوره يتداول دون مساوية الـ IPO مزود فهل النتائج الإيجابية من تعليم ممكن أن تعطينا positive potential لألف للتعليم؟ تعليم أولا نركز عليها أداءها كانت قوي في الربع الثاني وشفنا نتائج أعمال مدعومة بزيادة في الـ revenue وزيادة كمان حتى في الزخم على الـ utilization في الـ premium schools بالنسبة للشرك مزال التعليم مهم لنظرة عليها في الفترة المقبلية على حتعمل إيه بالكاش اللي موجود منها اللي هي جابته من الـ IPO عشان التوسعات اللي هي المفروضة تتعملها فده هيكون نظرة قوية على تأثير هذا النمو وإذا كان فيه مديونية حتكون جاية مع هذا النمو بتأثر على هوامش الربحية للقطاع ألف اتأثر بطريقة مباشرة بسبب النمط الاستثماري لدخل في هذا الـ IPO كان مضربي أكتر من ما هو كان استثماري وشفنا من بداية أول يوم في تدولات تراجعات على سعر الـ IPO بطريقة ملحوظة وطريقة قوية غير مبررة يعني أنا النهاردة لو أنا حدخل IPO ليه أبيعه أول يوم بخسارة؟ فهي بتديكي نمط للـ اللي كان موجود على هذا الـ IPO وكمان عدم موجود اللي هو بيسموه ماركت ميكر على السهم في بداية الدولات وده شيء مهم إن الأسواق تبدأ تركز فيه إن معظم الـ IPO لازم ما تيه يكون فيه لازم يكون موجود لأن أنت نهاردة بتعمل IPO على سعر معين لازم يدعم هذه الفترة لبداية الـ IPO عشان يدي ثقة للمستثمرين في الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة